احنا بدأنا النهاردة زي ما خلاص كل مصر عارفة بما لا شك فيه بل اعتقد كل العالم عارف لانه اكيد في دول كتير جدا في الدنيا كانت بتتابع هذا المؤتمر اليوم وهو حكاية وطن بين الرؤية والانجاز تعالوا نعود نحلل اليوم كماشي ازاي النهاردة وخلوني ارحب اتنين من اصدقائي الاعزاء الاجلاء اللي انا بحبهم فعلا من قلبي بخلاف تقديري جدا لهم كلهم على حسب مهنته وتخصصه كتب الصحفي الرائع والزميل والصديق العزيز اسلام عفيفي منور عبد الله يا اسلام انت شعرك بيض بسرعة عجل استناء اسلام كبرنا ايضا دكتور مصطفى ابو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منورنا يا دكتور ربنا يا خاليك يا اساس يوسف احنا يعني مش هتكلم على ان احنا كنا نظاهر سننا كبر في لحظة ما كنا نشوخ دين بالنا بس دي من اللحظات الفارقة وده دي حكايتنا حكاية الوطن هبدأ الاول يمكن بعضو اليمين وهسأل اسلام اليوم اللي بدأ النهاردة بقدر ما كان يوما طويلا وبقدر ما كان ممتلئ بكم ارقام وهنا بقى هنرجع للارقام مع دكتور مصطفى لانها حاجة تخاوف تخاوف ارقام مزهلة مزهلة تخاوف ايجابيا يعني لو احنا عملنا كده بجد مدهشة انت شفت اليوم والارقام دي ازاي الارقام مدهشة تبعث يعني على الطمأنينة ان كل الرسائل اللي وصلتني انا كمواطن قبل ما اكون صحفي لا الدولة الدولة بتاعتنا دولة كبيرة قوي والتسويق ليها يجب ان يكون بهذا المستوى الحقيقة النهاردة احنا كنا بنسوق للدولة المصرية مش بس للمواطنين المصريين لا للمنطقة كلها وللعالم كله بنقول لهم ماذا جرى اين كنا كيف اصبحنا وهنا اقول ان الرئيس اختار ان يقوم كالعادة كالعادة ان هو رجل الاوقات الصعبة رجل المواقف الصعبة رجل القرارات الصعبة والحلول الصعبة ودي بقى بعنيها كل كلمة من دول بعنيها الحلول الصعبة الحلول الصعبة وجريئة بمعنى طبعا ما هي ما هي صعبة جدا وبالتالي يعني اي قائد يخشى على شعبيته ان هي تتراجع او تهتز لا يمكن يتخذ قرارات شجاعة ولكن ينحي هذه المسألة جانبا الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتخذ قرارات شجاعة وقرارات انا بعتبرها قرارات نبيلة جدا ليه؟ لانك بتصعب انت بتعمل اعادة اصلاح واعادة هيكلة واعادة بتعيد انت تبني دولة من جديد وبالتالي كل القرارات كانت جريئة قرارات كانت صعبة جدا لم لم يتوار الرئيس خلف حكومة او مجلس نواب او حزب ولكن تصدى لكل القرارات الصعبة واتخذها بمنتهى الشجاعة وليس صحيحة على الاطلاق كل الهلاوس التي كانت تردد ان ليس هناك دراسات جادوى النهاردة الناس كلها بتكتشف ان كل المشروعات اللي كانت ماشية بالتوازي وانك تفتح في جميع الملفات وكلها ملفات حساسة واستراتيجية وتكلفتها بالمليارات ايه دي دولة عظيمة فعلا دي دولة كبيرة فعلا ورئيس بحجمه وبقدر هذا الوطن العظيم يعمل ويتحمل والنهاردة يعني حالة من الفطفضة عادة الرئيس يتحدث بشافة يعني بقود وضوح بالوضوح وبالصراحة وبالشافة فيها بس كان في حالة فطفضة النهاردة وانتو قدامكم فرصة للتغيير انتم اصحاب القرار وانتم اللي بتختاروا وانتو اللي بتصنعوا بكرة وبتصنعوا المستقبل انتو عايزين اي مصار اختاروا اتفضلوا فاعتقد يعني يعني اليوم يوم 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 جميل يوم يعني يفرح كل الشعب المصري ومش عايز يعني 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 كل ما هنعمل يعني مثل هذه الحالة حالة من الطمأنينة وحالة من من الرضا العام الشعبي الكبير جدا جدا اللي بيحصل منذ فترة من قرارات استثنائية تم اتخاذها من فترة والنهاردة حزمة كانت كبيرة طبعا ويعني وممكن دكتور يكلمنا على ان ده تحدي كبير للموازنة العامة للدول فمش عايز بالتأكيد الحرب المسعورة من الافاعي سواء كانوا موجودين في الداخل او في الخارج نسمع لشائعات هنسمع لشائعات وكل ما نظهر انجازاتنا وما جرى وما حدث والارقام يا استاذ يوسف يعني مدهشة والنهاردة كنت سعيد كمواطن يعني الدولة اللي بتخلي 3% من موازنتها للتعليم و6% للصحة فيحصل ان التايمز تحط 28 جامعة مصرية منها جمعة اسوان ومنها جمعة بنها غير القاهرة يعني جامعات اقليمية من ضمن تصنفها في التصنفات فاحنا التايمز والكيو اس والصين وسراماجو بتاع اسبانيا يعني هي حدوتة هي فعلا حكاية وطن حكاية وطن وحكاية شعب وحكاية قائد عظيم اول طيب هنا عايز ارجع لدكتور مصطفى واحنا بنشوف الارقام شديدة التفصيل شديدة التدقيق وزي ما قال اسلام ومحدش يقول لي استاذ اشانا اقول له دكتور مصطفى يعني هي برنامج على النصق الامريكي بلا القاب الا انه ده زي ما بظبتك الاسلام بيقول استحالة ده يكون وليد الصدفة بلا دراسات جدوى لانه مش معقول العشر سنين دول بحجم المشروعات دي واعدادها والميزانيات هو فيه اي مجال ان احنا نعتبر ان دي مصادفات قدرية او ده شغل اليوم بيوم طيب خلينا اقول في البداية لحضرتك ان شغل الدول ما بيتمش كده بقرارات فجائية او اصحى الصبح اقول لان عاوز اعمل المشروع الفلاني لا الكلام ده بنفعش في اي اقتصاد في اي دولة احنا كان عندنا مجموعة تحديات مركبة وكانت دولة قدامها تحديات كتيرة فكانت محتارة تبدأ بايه عشان تمهد الطريق لبقية القطاعات يعني انا دلوقتي كان عندي في 2014 عندي مشكلة في الكهرباء عندي مشكلة في البنزين والانبوبة البوتاجاز عندي مشكلة كمان في قطاع الطاقة مع الشركات الاجانب لان فترة الاضطراب السياسي كل حاجة توقفت وبقى عندي مديونيات وصلت لستة وتلاتة من عشر مليار دولار في ظل احتياطي بيتآكل من ستة وتلاتين مليار ليه وصل لتلاتاشر مليار واقتصاد لا ينتج ولا يغل شيء والارادات الضريبية توقفت لان المصانع توقفت ما هو في ظل الاضطراب السياسي وعدم استقرار في الدولة ما حدش هيقدر ينتج ما حدش هيبقى آمن على ممتلكاته انه يفتحها ويشتغل وده سمع في حتة تانية انه بقى عندك بطالة وصلت لتلاتاشر في المية وعندي نسبة في العجز ارتفع ليه 12% فانا عندي المؤشرات كلها كانت في حالة يرسله فكان قدام الدولة ان هي تمشي او تحط رؤية بعيدة المدى وتتحرك في اكتر من المصار عشان تنهض بجميع القطاعات مع بعض طب انا دلوقتي ما عندي سيولة يبقى لازم اعمل ايه في الاول اشوف اعمل اعادة اكتشاف للموارد المتاحة اللي عندي واشوف ازاي استغلها عشان ارفع من قدرتها وكفائتها وتولد لي ارادات وده اللي حصل خلال من 2014 لغاية 2016 قبل كمان تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ابتدأنا نشوف الارادات الضريبية ابتدأ وزارة المالية توسع المجتمع الضريبي مش بفرض ضرائب جديدة لا انا عندي اقتصاد غير رسمي عندي انشطة اقتصادية كبيرة الدولة مش شايفاها ما بتحصلش عنها ارادات ولا تعرف تقدر حجم انتاجها قد ايه وكان في بعض التقديرات بيوصل وقتها في 2018 كان فيه دراسة صدرت عن اتحاد الصناعات كان بتقول انه وصل لخمسين في المائة بقيمة خمسة تريليون جنيه خمسة تريليون جنيه دول بعيد عن الدولة ما بتحصلش عليهم ضرائب فابتدت انها تمشي توسع من المجتمع الضريبي عشان تزود اراداتها وتحسن من كفاءة المالية العامة على جانبي الارادات والمصروفات كمان يعني تشوف ايه الاولويات في المصروفات عشان تقدر تعمل عملية حوكمة للموضوع ابتدينا نبص على رفع كفاءة محطات الكهرباء ابتدينا نتوسع في مشروعات الطاقة وعملنا اتفائيات جديدة عشان نقدر نسدد المديونيات اللي علينا وفي نفس الوقت نتوسع في الاكتشاف والبحث والتنقيب وده اللي خلنا النهاردة في 2019 وصلنا لمرحلة الاكتفاء الزاتي في الغاز وقدرنا بعد عرض السيد رئيس الوزراء النهاردة ان احنا نوصل اكتر من 8 مليون وحدة سكنية لهم الغاز عشان اخفف الضغط من ناحية تانية على انبوبة البتجاز اللي كانت الدولة بتدعمها بمبالغ كبيرة في ظل انها كانت بتروح للمواطن يعني قبل تطبيق برنامج الاستلاح الاقتصادي في 2016 كانت تقريبا بخمسة جنيه او بعشرة جنيه بس الدولة كانت بتتحمل تقريبا ستين سبعين جنيه بعد التضخم او عملية التغير في سعر الصرف وزيادة الاسعار لقيت ان انبوبة البتجاز بتوصل لـ 250 جنيه بتتحملها الدولة فده شال عب عن الدولة في ظل ان هي توسعت في مشروعات الطاقة المتجددة ابتدينا كمان نرسخ لفكرة مفهوم المشروع القومي اللي يحصل عليه استفاف وطني ابتداء من قناة السويس ده في حد ذاته كان ترصيخ لمنهجية وفلسفة الدولة المصرية من 2014 ازاي ان انا استغل حالة الزخم اللي حصلت بعد 30 يونيو ان انا ازاي اقول للمواطن انا عندي مشروع قومي هيقدر يدخلي استثمارات كبيرة لان انا مش بتكلم على قناة السويس السيد الرئيس ما بتكلمش على قناة السويس لوحدها قد ما هو بيبص على المنطقة اللي موجودة حوالين قناة السويس لان انا بعمل قناة السويس جديدة تساهم لي في زيادة عبور السفن ونزود مساهمتنا او اعتماد الدول علينا احنا وصلنا لعشرة في المية من حركة التجارة العالمية بتمر من قناة السويس عندنا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقى عندنا فيها مناطق صناعية وفي صناعات اللوجستية بتخدم على السفن اللي بتمر من صيانة السفن وتموينها والصناعات اللي بتنشأ حواليها بتروكيمويات والمناطق اللوجستية عشان الشحن والتفريغ وما الى ذلك فانا بخلق كيان اقتصادي متكامل بيرفعلي من حجم الناتج المحل الإجمالي اللي بيسمع معايا في زيادة معدل النمو بيخلقلي فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ده انا بتكلم على عموم المشروعات القومية اللي من خلالها قدرنا خلال الفترة اللي فاتت دي نوفر اكتر من خمسة مليون فرصة عمل ده مرتبط بمعدل الفقر اللي احنا نجحنا فيه قبل الازمات التالية بتاعت كورونا وتدعياتها ودخول في ازمة روسيا واوكرانيا احنا كنا قدرنا نقلل من معدل الفقر من 32.5% ل29.7% حاجة لسأزنك عند النقطة دي هناخد فصل عشان عاوزين نرجع على مسألة انه الدولة كليها خيارية اما انها تمشي على قديمه فتدير الدولة بطريقة ادارة ملف فقر او انها تغير ده تماما وتبدأ تدير بطريقة ادارة ملف الثروة استنونا بعض الفاصل اهلا بكم وكل الترحيب بضيوفي الاصدقاء الاجلاء الاعزاء الكاتب الصحفي الرائع والكبير اسلام عفيفي ودكتور مصطفى ابو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية منورينها يا جماعة الله يخليك يا سيدك احنا كنا بنتناقش حتى في النص بخلاف مناقشات جانبية جدا لا نتطرق اليها ده وقت وارد ان احنا نتطرق اليها في حلقات قادمة وكل امل ان احنا نتطرق اليها بصراحة لكن هنرجع على مسألة الدولة كان قدامها خيارين وهنا هاخد الرأي الكاتب الراصد والرأي السياسي وهنا هاخد ايضا رأي الخبير الاقتصادي الذي يحقق ويفصل ويحلل الارقام ما بين انه الدولة تختار ادارة ملف فقر للأسف الشديد الدولة تعاملت بيه 30-40 سنة او ان الدولة تقرر تختار ادارة ملف الثروة شفت ايه في حكاية وطن يمكن النهاردة من واقع ما شاهدناه وسمعناه من واقع اللي شفناه النهاردة حالة الطموح اللي موجودة عند القيادة السياسية يعني وضميره الوطني فرض عليه من يفتح كل الملفات زي ما قولنا الملفات الصعبة ويذهب الى يعني زي ما بنقول كده الاستثمار الاستثمار في بنية اساسية كان امر اللي يابد منه في ان الدولة بمشروعاتها القومية اللي بيحاولوا طوله الوقت يهيلوا على التراب ويشويهوها ويقولوا ده شوية طرق ده شوية كباري ده شوية يعني نوع من التسفيه كده والتشويه والتزييف اللي حاصل والتقليل والتقزيم من كل اللي حاصل ده انت انفقت تسعة واربعة من عشرة تريليون تقريبا يعني لما نقول بس في بند واحد مشروعات صغيرة والمتنية الصغر حوالي 41 مليار جنيه يعني قد كده الدولة مهتمة بالتشغيل وبالتوظيف وللمشروعات الصغيرة وللشباب اه ده توجه دولة ده حاجة الحاجة التانية يعني فكرة انك انت يد الدولة انها تمتد في الازمات الكبيرة وانها لا تترك المواطنين عرضة لحياة ضاغطة وظروف ضاغطة ويحصل حالة من التململ والاضطراب وكذا لا الدولة بتتدخل في الوقت المناسب علشان ترفع الضغوطة عن المواطنين الاكثر احتياجا المهمشين محدود الدخل اذا جاز التعبير خلينا نقول ان مشروع حياة كريمة او مبادرة حياة كريمة فكرة العدالة الاجتماعية هنا حاضرة تماما في هذا المشروع ودي باعتبارها يعني دايما بقول ان ده المشروع الاهم في تريخ مصر الحديث ليه؟ لانك بترفع مستوى وجودة الحياة لستين في المية من المواطنين المصريين رقم واحد لاول مرة ايد الدولة تمتد لاكتر من 4000 قرية اكتر من 4000 قرية 4600 قرية تقريبا فلم يحدث من قبل لا في مصر ولا في غير مصر زائد ملحقتها طبعا نجوع وكفور وبالتالي احنا هنا بنتكلم على تجربة ملهمة لاي دولة في العالم يمكن انها تستفيد بتجربة حياة كريمة دي حاجة الحاجة التانية انت بتتكلم فيه تكافل وكرامة بتتكلم فيه ملفة بقى التعليم بالمدارس بالارتقاء بيها بان مدارس تكنولوجية وجامعات تكنولوجية وبتتكلم الحلم للدولة المصرية حلم كبير والحلم ده علشان يتحقق انت محتاج مش بس عشر سنين زي ما سادة رئيس قال النهاردة انت بتتكلم في عشرين تلاتين سنة واللي رشحه مصر ان هي تبقى من اكبر اقتصادات على مستوى الحالم في غضون سنوات قليلة شايفين حركة مصر الاقتصادية عاملة ازاي ودول مش بتكلموا من فراغ او بتكلموا على سبيل المجاملة السياسية خلينا اقول كمان ان الحقيقة لا نبخص الرئيس حقه في حاجة مهمة اوي منذ تولى الرئاسة من 2014 بقى في حاجة اسمها الدبلوماسية الرئاسية صح تحركات الرئيس في قمم متنوعة ومتعددة سنائية وسلاسية مش بس في المحافل الدولية والمنظمات الدولية فقط ولكن في فانت وسعت من علاقاتك الدولية وده بيصبح في النهاية لمصلحة الاقتصاد وتنشيط الاقتصاد وحفظت على توازن الشمال الجنوب الشرق الغرب فحققت معادلة عدم الانحياز التي كنا نتعدت عنها من يجي 50-60 سنة كان الكلام على ان احنا يعني هوانا غربي تماما للأسف ويعني لكن التوازن في العلاقات الدولية يأتي دايما بالخير يأتي دايما بعلاقات ايجابية تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل مباشر ومصر الوقت يدخلها مثلا البريكس ويعني وان مصر من ضمن دول الحزام والطريق فانت مصر يعني تستضيف منتد غاز شرق المتوسط مصر تقيم على وفي نفس الوقت احنا موجودين يعني انا موجود في بنك التنمية الجديد بس انا موجود في البنك الدولي انا موجود مع البريكس بس انا موجود مع نادي باريس انا موجود يعني علاقات قدم في اوروبا واخدام سالة ورسحة افريقية وامريكا اللاتينية عملت معها علاقات اكتر قوة مما سبق يعني علاقتنا بامريكا اللاتينية دي ما كانتش او شبهة كانت بعيدة جدا من بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر هنا هرجع مرة تانية الدكتور مصافة على نفس ذات المصطلح وهو إدارة ملف الفقر وإدارة ملف الثروة هل ترى أن مصر ماشية في اتجاه إدارة ملف الثروة وإزاي؟ طيب إحنا طول الأقود السابقة كانت بتشتغل على إدارة ملف الفقر أنها بتدي مسكنات المسكنات دي كانت في إيه؟ في الدعم أزود شوية أجور أزود أثبت أسعار حاجات معينة أزود في بطاقة التموين عدد سلع معينة لكن ما فيش حل جزري للمشكلة نفسها لكن فلسفة الدولة المصرية بعد 2014 وكان الرئيس أول ما استلم الحكم قال يا جماعة أنا عندي مشكلات وأنا مش همشي بطريقة المسكنات أنا هخش على الملف هشوف تفاصيله وتشابكاته وأحلها كلها عشان ما أرجعش تاني أبص عليها عملية اقتحامل الملفات بالظبط كده وده اللي شفناه في كل المشروعات اللي تم تنفذها خلال السنين اللي فاتت كلها إن أنا بخش بحل مشكلة الكهرباء بالتوسع في المحطات وارفع كفاءة القديم وابن محطات جديدة أخش أتوسع في الطاقة كانت فيه رؤية كمان في المصطلح الاقتصادي عندي المصطلح أو مفهوم النمو الاحتوائي أنا بزود من إرادات الدولة وحجم الناتج المحل الإجمالي وبستخدم الإرادات دي في توزيع عوائد التنمية اللي جيالي من الإرادات الضريبية اللي تولدت من المشروعات القومية اللي تم تنفذها لتوزحها على كافة محافظات الجمهورية عشان يبقى فيه العدالة الاجتماعية اللي أستاذ إسلام أشار لها وهو ده مفهوم النمو الاحتوائي أو أعام أكتر التنمية المستدامة بستخدم قدراتي ومواردي وإمكانياتي لتلبية احتياجات المجتمع الحالي وحافظ على نفس الموارد دي من تطورها ورفع كفائتها عشان تضر عوائد للأجيال القادمة وهي دي الفلسفة اللي شغال عليها الدول هدل حضرتك مثال قوي على الموضوع ده الدولة ما بتشتغلش برد الفعل لما الأزمة تحصل هل كنا نعلم أن كان هتحصل مشكلة في كورونا وتدعياتها تستمر معانا أو بعد كده أسعار الضاقة والطراب سلاسل الإمداد هب يطلع الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها المستمرة محدش كان يعرف الدولة عندها إجراءات استباقية ونظرة مستقبلية فيما تعلق بالدبلوماسية الاقتصادية اللي أشار لها الأستاذ الإسلام في تعزيز التعاون الاقتصادي مع كافة الشركاء وكبرى الاقتصادات الدولية بالإضافة لتوسيع دايرة البداء لقدام الدولة المصرية لو حصل مشكلة هنا يبقى أنا عندي بديل واثنين وثلاثة أقدر أوفق احتياجاتي وده اللي حصل في موضوع الأمح من 2018 كان فيه مشروع قومي بتدى تنفيذه اسمه المخازن استراتيجية والصوامع دا كان بيوفر الهدر اللي كان بيحصل على الأمح وبقى عندنا 12 بديل أو 12 سوق بنجيب منه لو كنا احتمادنا فقط على روسيا وأوكرانيا كان حصل عندنا مشكلة كان سماعت في السوق لكن عندنا نظرة استباقية في تأمين السلع الاستراتيجية التأكيد من قبل السيد الرئيس والمتابعة الحسيسة في متابعة الأرصيدة وتدبير الموارد النقدية من النقد الأجنبي عشان نلبي كافة الاحتياجات وإلا كنا أمام أزمة ما كناش هنقدر نتعامل معها وما لو كنا رجعنا لفترة التمانينات أيام استراد الأمح الأمريكي الفاخر بقى دا احنا كانت رقبتنا حقا تحت المقصلة إحنا حاليا عندنا 12 بديل لاستراد الأمح لأقولك لو كنا زمان كنا وساموا الأمريكيان بس وكنا نقعد نغني دا غير المشروع التاني لذات المساحة المزروعة عندك عشان تقلل فجوة الاستراد والاعتماد على الخارج مؤتمر حكاية وطن هيفضل مستمر لمدة 3 ايام لكن هو حكاية وطن اللي بقالها 10 سنين أظنها لسه تمتد معانا لسنين كتير قادمة بناء على ما تم وضعه من أساسات لبناء هيكالي حقيقي في الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته وبالتالي لو ربنا اداننا العمر يقول إن شاء الله يجب أن يتقابل كتير لكمل هذه الحكايات الأكثر من رائعة وعظيمة بأدين المصريين كل الشكر لأصدقائي زملائي ضيوفي الأعزاء الأجلاء الكاتب الصحفي إسلام عافية في نورتنا إسلام حقيقي بجانب الدكتور مصطفى أبو زيد خابرنا الاقتصادي ومدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية وعضو تنسئية شباب الأحزاب والسياسين يا بغتي إننا شفتوا النهاردة عشان بشوفوا في المنسبات نورتنا مصطفى ألف ألف شكر ليك شكرا لدى لحضراتكم ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي مش الزمالك فازة أربعة واحد أكيد كريم رمزي هيحتفل بينا النهاردة كل سنة وإحنا طيبين ألف مبروك علينا وإحنا لو كنا لنا العمر نتأملكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات